بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه في مبدأ كل أمر ومنتهى يوم عرفة خير يوم تطلع عليه الشمس يوم عرفة سيد أيام العام على الإطلاق هو اليوم الشاهد كما قال القرآن الكريم وبعض المفسرين قال هو اليوم المشهود والشاهد يوم الجمعة على أن يكون اليوم الموعود هو يوم القيامة يوم عرفة ويوم الفضل والجود والكرم يتجلى فيه الملك سبحانه وتعالى على جميع الخلائق وعلى عباده من حجاج بيت الله الحرام الذين تركوا الديار والأوطان وذهبوا للتلبية فأقفوا على جبل عرفات ملبين النداء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويحرص من لم يذهبون إلى تأدية فريضة الحج من المسلمين على صيام يوم عرفة فالصيام أفضل القربات التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم كما قال ربنا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به على أن هذا اليوم يكفر سنتين سنة قبله وسنة بعده لمن صامه من غير حجاج بيت الله الحرام وفي هذا اليوم يتجلى ربنا تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح على عباده من حجاج بيت الله الحرام ويباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يتجلى الله تبارك وتعالى فيه على عباده يعطق فيه العباد من النيران أكثر من يوم عرفة يوم عرفة يوم الخير والبركة يوم العطاء والمنح يوم الجائزة الكبرى وهو اليوم الذي يمثل الركن الأكبر لأركان الحج يقف فيه الحجاج على صعيد جبل عرفات في مشهد مهيب قصير صغير لمشهد مصغر من مشاهد القيامة وكأن الله تبارك وتعالى يرسل بهذه الرسائل إلى حجاج بيت الله الحرام أنهلموا وتجردوا وتركوا أوطانكم وقفوا على جبل عرفات بملابس بيضاء تلبون النداء فتعودون إلى دياركم وأوطانكم بشكل جديد وهيئة جديدة ويعود الإنسان منكم إلى بيته كيوم ولدته أمهم قال الله جل وعلا في القرآن الكريم وفي آيات الحج في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ويوم عرفة يوم الذكر ومن كثرت أذكاره كثرت أنواره ومن كثرت أنواره صفت أسراره ومن صفت أسراره كان في حضرة الله قراره في هذا اليوم يقف الحجاج يذكرون الله تعالى بما ورد عن سيدنا وسندنا صلى الله على حضرته كان يقول لا إله إلا الله وحده لشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي رواية لا إله إلا الله وحده لشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بالذكر يتقرب العبد إلى ربه ويذكر على أنواع الذكر السبعة فذكر العينين البكاء والحجاج في هذا اليوم العظيم كلهم يسكبون هنالك العبرات والدموع تنزف من العين بالتوبة والأوبة وأيضا ذكر الأذنين الإصغاء وكلهم ينصتون ويستمعون إلى السادة الأئمة لإلقاء الخطبة على صعيد جبل عرفات وذكر اللسان الثناء وكلهم يلهجون بالذكر في هذا اليوم وذكر اليدين العطاء وكلهم يعطون ويكرمون ويتبادلون التحايا والعطاء والجود والكرم في مشهد عظيم من الإيثار وذكر البدن الوفاء وهنالك يفي الإنسان بوعده مع ربه جل وعلا وذكر القلب الخوف والرجاء وكلهم يخافون الله ويرجون رحمته ويخشون حسابه وعقابه وذكر الروح التسليم والرضا سلم تسلم وفي النهاية أقول لهؤلاء الذين لم يوفقون إلى الوقوف على جبل عرفة يا من لم تذهب إلى الوقوف على جبل عرفة فعليك أن تقف على حلول الله الذي عرفه أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وللمشتاقين حجا مبرورا إلى بيته الحرام وقوفا على جبل عرفات هذا العام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم